الحقيقة في موضوع أنا عايز أتكلم فيه مع حضراتكم لأنه في حاجات غريبة جدا من وقت ما الأهلي كسب مازينبي الكنغولي وأنا بسمع أن هناك بعض نجوم خلينا أتكلم بمنطقة الصراحة كابتن ريد عبد العيل أنا الحقيقة ما بعرفش كابتن ريد عايز إيه أوقات كتيرة جدا جدا بقول أنه هو عايز يركب الترند ولكن يركب الترند على حساب نادي من الأندية اللي موجودة في بلده خصوصا أنه أولا كابتن ريد عبد كان بيحاول أنه هو يودي الناس في سكة أن محمد نصر المخرج الأهلاوي الكبير الحقيقة هو له دور الأكبر في أن الحكم يشوف الكرة بتاعة الهندبول بتاعة لعيد مازينبي خلاص؟ وكان بيودي الناس في هذه السكة ولكن للأسف الشديد عشان هو ما يعرفش وهو شخص محدش عارف هو عايز إيه فمش كان ما كانش محمد نصر هو اللي بمخرج هذه المباراة ولكن كان الأستاذ هشام عبد الودود هو مخرج هذه المباراة يعني هناك جهل تام في كل الأمور يعني حتى المخرج مش عارف مين المخرج قبل ما تطلع تتكلم مع الناس ده معنى إيه؟ ده معنى أن أنا عايز الناس تخش تبص على الفيديو وتعمل مشاهدات وخلاص طيب هل حضرتك تعلم يا كابتل رضا إيه دور المخرج مع تقنية الفيديو؟ طيب هو حضرتك طالع بتتكلم عن جهل وعن غير معرفة ليه؟ هو أنت طالع تخبط في النادي الأهلي ليه؟ يا أخي إذا كنت بتكره النادي الأهلي لهذه الدرجة لهذه الدرجة هل ينفع أن أنت تكره نادي مصري لدرجة أن أنت تقول أنه على كورة صحيحة مية في المية ولكل أشاد بحكم الفار في هذه الكورة الهندبول الواضحة بما فيها بعض الصحف والجرائط في الكنغو نفسيه؟ حضرتك طالع من كتر كرهك في النادي الأهلي وعدم حبك للنادي الأهلي؟ طالع تتكلم في هذا الأمر؟ أي كلام بيتقاله خلاص؟ لا الموضوع مش ماشي أم رايح في سكة المخرج؟ لا وبيتكلم عن المخرج والله عن جهل وعن غير معرفة حضرتك تعلموا تماما أعرف أن كل جمهور النادي الأهلي اللي لم يكن كله عارفين تماما أن المخرج ليس له علاقة بالفار ما عنديش مشكلة أن أنت تنتقد أداء النادي الأهلي والله ما حد حيبقى عنده مشكلة ولكن أن يصل بك الكره لهذه الدرجة أن أنت تقول كلام هو كلام كذب عايز تودي الناس في اتجاه أن الأستاذ محمد نصر وهو مش الأستاذ محمد نصر هو الأستاذ عشام عبد الودود واحد من المخرجين الكباري اللي موجودين في التلفزيون المصري زي ما محمد نصر من المخرجين الكباري اللي موجودين أيضا يا أخي عيب عليك يا كابت الردى كفاية بجد والله أنت أصبحت مرئي لكل الناس أنا ليه بطلع رد عليك لأنه ما يصحش مثل هذه الأمور أنا كنت بيني وبين نفسي وبيني وبين فريق الإعداد اتكلمنا أن احنا مش هنطلع نرد على هذه الأمور وهذه التفاهات مرة أخرى ولكن أن يصل بك الحال أن أنت عايز تخلي حكم الفار هو سبب رئيسي في فوز النادي الأهلي وهو بالفعل سبب رئيسي ولكن عن حق وليس عن باطل كما تريد أن توهم الناس يا كابت الردى عيب الناس كلها زهد عيب احنا عارفين أن أنت بتتكلم وخلاص ولكن ليس لهذه الدرجة إذا كنت تريد أن تنتقد أنت حر في كرة القدم انتقد احنا بنسمع الكابتن حلمي طولان لما بينتقد النادي الأهلي بنسمع الكابتن حسن شحادها لما بينتقد النادي الأهلي بنسمع الكابتن فاروق جعفر لما بينتقد النادي الأهلي بنسمع الشيخ طاق اسماعيل لما بينتقد النادي الأهلي بنسمع كل المحللين الكبار أنا شخصيا بسمع كابتن سامي الشيشيني لما بينتقد النادي الأهلي لأنه بينتقد النادي الأهلي عن موضوعية ولكن كفاية هكس كفاية كر هو انت طالع بتقول ان مازمبي تظلم يا اخي عيب عليك لو تظلم حقيقي مفروض حتى ما تقولش طبعا مش قصدي حاجة ولكن مازمبي لم يظلم النادي الاهلي هو اللي كان ظلم اذا لم تحتسب اذا احتسب هذا الهدف هو النادي الاهلي مش النادي مصري هو انت ما بتحبش النادي الاهلي انت حر لكن ما بتحبش مصري كمان ما بتشجعش النادي الاهلي انت حر لكن ما بتشجعش مصري كمان بتطلع تقول حاجات هي بالفعل اكاذيب هي حاجات مش موجودة لمجرد المشاهدات كابت الرضا عيب بجد حاول تراجع نفسك في هذه الامور يا كابت الرضا عيب جمهور النادي الاهلي 70-80 مليون اهلاوي زعلانين جدا 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 من الطريقة اللي انت بتتكلم بيها عيب اللي بيحصل ده عيب انت بتتكلم هنا مش عن النادي الاهلي وعن غير حق وعن غير معرفة وعن جهل وعن عدم معرفة عيب يا كابت الرضا واتمنى ان انا ما تكلمش عنك مرة تانية لانه الكلام اللي انت بتقوله كله كدب في كدب وكله طالع غلط حضرتك مكشوف للجميع او اصبحت مكشوف للجميع ولكن انت بتعمل كده ليه بتعمل الحاجات الغريبة دي ليه عايز توهم الناس ان المخرج مش المخرج عايز توهم الناس ان هو سبب في اللقطة بتاعة الفار والمخرج ليس له علاقة في العالم كله بلقطات الفار انا ما عرفش انجازات ليك يا كابت الرضا لاي نادي غير هبوط اندية هبوط اندية انت كنت بتدربها للدرجة الادنى وده مش عيب بالمناسبة ولكن قد تكون محلل جيد قد تكون محلل جيد ولكن انتقد اداء النادي الاهلي اخي انت حر اعمل اللي انت عايزه ولكن بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب اذا كنت ما بتحبش النادي الاهلي فانت حر ما حدش حيضر يقولك حاجة ولكن كمان ما بتحبش بلدك اشتركوا في القناة